أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أيها الشباب المسلم لا شك أنكم اليوم تعانون من نقد معسكر الإلحاد لكم من نقد المعسكر الليبرالي لكم وهذا النقد يتركز في أنكم متخلفون عن الحضارة ولعلهم يصفوكم بالجهل وقراءتهم لجهلكم أنكم تطبرون وأنكم تدمون رأسكم في سبيل الله سبحانه وتعالى ولعل بعضكم قد آمن بتلك الأفكار ولعل الكثير قد أوجدت تلك الأفكار في نفسه وهنا يجب أن تعلموا أن هذا المعسكر الليبرالي الذي تطور فصار معسكرا وجوديا ملحدا لا يعترف بربكم لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى والحمق المتعاطفين معه في الشرق إنما تعاطفوا لأنه لا يلزمهم بمبدأ لا يلزمهم بصلاة ولا يلزمهم بصيام ولا يلزمهم بولاء لله ورسوله والمعصوم في عصر الغيبة والرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط تعاطفوا معه لأنه يرخي لهم حبل اللذة والغريزة فما هو تصوركم عن هكذا معسكر كيف يصفكم وكيف يقيمكم يقينا أنه يحكم عليكم بالجهل والتخلف لكن من أي منظور من منظورهم من منظور ذلك الفجور وذلك الفسق الذي يتعاطون فيه يعيبون عليكم تطبيركم ولا يعيبون على أنفسهم زناتهم وسفلسهم وخمرهم وميسرهم ومنكرهم يعيبون عليكم دماؤكم الشريفة التي تنضح حبا للحسين عليه السلام ويصفونها بأنها مظهر للتخلف ولا يصفون الزنا في الشوارع الذي يقومون به إلا بأنه مظهر حضائي وكأنهم كلاب سائب أجل الله السامعين أو حيوانات لا تدرك ولا تعي مجتمع يعيش هذا الزيف وهذا الوهم كيف تسمحون له أن يوجد الضعف والوهن في نفوس بعضكم أين إيمانكم بالله سبحانه وتعالى حين قال لكم عظم الشعائر أين إيمانكم برسوله حين قال إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا لن استخدم للتأبيد أبدية لن تبرد أبدا أين إيمانكم بأئمتكم الذين كانوا يبكون على الحسين ويحزنون على الحسين أين أنتم عن قراءة أدعيتكم التي يصف فيها المهدي قائدكم دمعته على الحسين فيقول ولأبكين عليك بدل الدموع دمه أيها الشباب المسلم لا تقول لك الحوزة ألا تتنور ولا تتطور ولا تتحضر بالعكس مرحب بكل تطور مرحب بكل تحضر مرحب بكل ما هو نافع للإنسان لكن صدق أن الإسلام أحرص على الإنسان من الليبرالية أن الإسلام أحرص على الإنسان من الإلحاد أن الإسلام أقدر على صيانة الإنسان من أسماء لا قيمة له آمن بالإسلام وكن واثقا إنك تفعل الصحيح وكن واثقا أنك تتحدى تلك الهيمنة التي يحاول ذلك المعسكر فرضها على الشرق هذا التعتيم على الإسلام هذه السخرية من الإسلام هذه السخرية من معصومي الإسلام هذه السخرية من أئمة الإسلام هذه السخرية من قادة الإسلام هذا التصوير للإسلام على أنه دين متخلف هذا التمكين للنواصب والضرب للمؤمنين بالمهدي ماذا يعني لك وكيف تستقرئ ألم تعي إلى هذه اللحظة أن هذه خطة مدروسة ومسرحية لها فصول ألم تعي إلى هذه اللحظة أن تمكينهم للنواصب ودعمهم لتلك الفئة الظالة التي يتفق القاصي والداني على ضلالهم وضربهم لك بشتى أنواع الضرب يعني أنك خطر لأنك واعي ألا يعني ذلك أنك تخيفهم لأنك حسيني الوجود علوي المنهج محمدي المعتقد ألا يعني ما يجري أنك تسير بالطريق الصحيح لأنك تعاني الويل والثبور ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال يقبل عليكم الدجال ومعه نهران أحدهما رؤي العين ماء زلال والآخر والآخر رؤي العين نار تتأجج فإياكم أن تشربوا من مائه وتحملوا نيرانه نيران السخرية نيران القتل نيران التفخيخ نيران التعذيب نيران أبنائنا الذين يأتون من الجبهات في توابيت وبعمر لا يتعدى الاثنى أو الثلاثة عشر سنة نيران التعتيم نيران الضغط من كل جهة في سبيل فض الجماهير عن شيء اسمه محمد وآل محمد هذا الحيز الذي يختزل القيم الذي يختزل روح الإسلام ثوابت الإسلام معنى الإسلام وجود الإسلام حركة الإسلام وفكرة الإسلام وهدف الإسلام لماذا يريدون النيل منه بكل صورة لأنه وهم يعلمون هو القاضي على دولتهم عاجلا أم آجلا أقولها بكل طمانين هو الذي سينهي هذا الوجود الاستعماري في يوم من الأيام على يد طاهرة شريفة معصومة تعود لرجل اسمه المهدي يرتعبون من اسمه ويخافون رسمه معصوم ادخره الله لدولته ويعلمون تماما أن رجاله عصبة محمد وآل محمد شيعة محمد وآل محمد من آمن واعتقد ووالى وأخلص في الولاء لمحمد وآل محمد ولذا مكنوا النواصب أدخلوا المعسكر الإلحاد واليبرال إلى ساحتك يستهدفونك بكرة وعشية ولذا ومن منطلق الوعي والحرص والغيرة والشجاعة التي تعلمها الحوزة فيك انطلق وطبر أدمي رأسك اشترك في شعائر الحسين أحيي نهج الحسين أطلب الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا أضرب بيد من حديد وبقوة على رأس كل مفسد اختار معسكر العدو نعم أضربه بالحكمة أضربه بالسلام أضربه بالإنسانية أضربه بالفكرة الواعية أضربه بالمعتقد الصحيح يكفي أنك تظهر بمظهر المدمى رأسه يوم العاشر يكفي أنك تنادي يا حسين يكفي أنك تتبرأ من كل مفسد وتعارض كل مفسد وتنتفظ على كل مفسد في مجموع هذا ترسل رسالة للعدو أنني لا أخافك وأنني صريح جدا بمعتقدي أسير على طمأنينة من أمري وثقة من ربي سبحانه وتعالى أنا الإنسان في الشرق الذي صادرتم خيره وأحرقتم وطنه وعتمتم واستهلكتم دينه وزرعتم عملاءكم في كل حدب وصوب ها أنا الإنسان في الشرق أقول لكم بلسان الحسين عليه السلام أنني أطلب الإصلاح وما توفيقي إلا بالله فساعة أطبر وساعة أقول كلمة حق وساعة أسعى لنشر نهج الحسين عليه السلام وساعة أتظاهر وساعة أقاتل على الجبهة رافضا لإرهابكم المصطنع وساعة أمد يد الخير في سبيل الله فأقضي حاجة المحتاج من أبناء أمتي فأكون رؤوفا بالمؤمنين وفي نفس الوقت عصيا وشديدا على الكافرين ومن اختار معسكرهم أنا الإنسان المسلم الذي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله أشهد أن الحسين حق وأن رسالة الحسين حق وأن مشروع الحسين حق وأن شعائر الحسين حق وأن نصرة الحسين حق تقرب من الله ولا تبعد انطلقوا بهذا أيها الشباب الغيور ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتذكروا دوما وأبدا أن الله يحب الصابر فاصبروا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا تمحى الصرخة هيها عاشورة فوق الشبهات لا تمحى الصرخة هيها عاشورة فوق الشبهات اشتركوا في القناة